رمضان على الأبواب كل سنة وكل حضراتكم طيبين وعشان كده بنستعد بكل شيء تلاتة ربع الناس اللي بتشوفني دلوقتي بتستعد بقى باربعين إزازة زيت بمش عارفة الصلصة اللي في السوبر ماركت كلها بكياس المكارونة وكياس روزة أنا عارفة ده الاستعداد بتاعكم إنا ما إحنا عندنا استعداد من نوع آخر حقيقة ضفتي النهاردة لفت نظري إنها زي ما تكون صحبة جسمها أو عملت حوار معي أو فضلت تقوله تجيبه يمين وتجيبه شمال وتقوله يعني أنت عاوز إيه؟ يعني أنت بتتمرد علي إيه؟ يعني أنت إيه اللي عاجبك دلوقتي وإيه اللي مش عاجبك؟ الأول جسمها كان طوع ناكل ندخن نخس دلوقتي نخس دلوقتي بعد كده حست إنه بدأ يتمرد عليها وإنه هي الفكرة مش فكرة أكله فأدخن وأوقف أكل فخس الفكرة مش فكرة كده خالص الفكرة عندها كانت داخلية أكتر كانت إنه هي مهما حتى لو خستت هي حاسة إنها مش مبسوطة هي حاسة إنه حياتها فيها توتر فيها قلق فيها حاجة مش بسطاها عشان كده هي صاحبة فكرة إنه إزاي تصاحب جسمها وتعرف إيه اللي يريحه وإيه اللي ما يريحوش إزاي تبقى سمارت فكرة سمارت دي مش بس خسة أو مش بس جسمها حلو لا سمارت دي يعني مرتاحة أنا شايفها كده خلوني أرحب بهبة أنور هي هيلس كوتش ومؤلفة كتاب كتاب رمضانك سمارت رمضانك سمارت جميل قوي كل سنة وأنتي طيباها بحوبة وحضرتك بخير أحكي لي الأول عن أنت قلت أنا طول عمري عايشة مع جسمي كده كان عندك مشاكل معايا ولا كنت متوأمة معايا ولا إحكي إيه دخلتك كده للكتاب كتاب لا بصتي أنا زي كل الناس رمضان بالنسبالي كان أصناف وأشكال وألوان وأيجي على نص الشهر وتقطي تبقى تعبنة جدا وأبقى ما عنديش خالص أي إنتاجية غير إن مفاصلي كانت بتقلمني بشكل مبالغ فيه حتى مفاصل صوابعي نفسها حتى المجل كباية الشاي مكنش بقدر أمسكها الموقف تكرر يعني دايما بقول إنه أما تبقى حالة بتتكرر دي جاي بتقول حاجة فبدلا ما نخمدها بالمسكنات محتاجين نسمع ونشوف هي بتقول إيه عايزة إيه فطبعا زي ما حديك عارفة رمضان معجنات بقى وسنبوسك وكنافة وكله ومقليات كثيرة معجنات أكتر يعني المقليات برضو بتبقى معجنات وتتقلي يعني كمية دقيقة رهيبة بنستهلكها في رمضان فده كانت بيعملي أزمة صحية شديدة جدا التحدي كان إن أنا بدأت أدرس هيلث كوتشنج وكان أول امتحان ليا في رمضان ما كنتش امتحانت بقى من ساعة ما تخرجت من الجامعة فأنت مرعوبة إني إنت إلا خلاكي تدرسي هيلث كوتشنج إنتي كنت أصلا بتشتغلي قبل كده كنت أشتغل مدرسة وبعدين سبت التدريس شوية وقعدت في البيت أرعي أسرتي وبعد كده عندي طاقة عندي طاقة إن أنا ساعد الناس عندي طاقة إن أنا أشوف يعني عرفها اللي هو أربط النقاط ببعضها أكون البازلز بحب قوي فكرة الكوزن إيفكت السبب والعرض وإيه وما وراء الأحداث بس فاستهواني المجال بتاع الهيلث كوتشنج وزي إن أنا ممكن إن أنا يعني من غير الدايت التقليدي والحرمان أقدر أحافظ على صحتي أنت قلت إن في حاجة نورت في دماغي يعني أنا عجبي إنه هي إحنا إحنا كلنا ستات عاديين جدا ويعني ماشيين في الدنيا ما بيحرقناش غير أنا أتخنت قوي عايز أخس بس هي كان بتعمل كده تقولك أكل وبسط وبعدين لو عندي فرح لو عندي حاجة سهلة قوي أقوم أرصع على نفسي شوية أخس وبعدين اكتشفتي إنه مش دل مش دي النقطة مش دل مريحك أنت قلت إن في نقطة خلتك نورت لمبة في دماغك إنك لازم تدخلي تدريسي وتفهمي كان إيه واجع ركبتك ولا كان إيه؟ مشاكل المفاصل واجع ركبتي بلس إنه زهئت بقى أنا بعمل دايتس من زمان قوي منو أنا في المدرسة بعمل دايتس فخلاص بقى كفاية يعني وبنكرر نفس الوسيرة وبنتوقع نتائج مختلفة هحرم نفسي شوية هخيس هرجعي كل نفس الأكل هتخن وجسمي هيبوز وما فيش طاقة هين مسألة في الطاقة بقى أو الحياوية والتركيز وحاجات كثيرة قوي مش بس الرقم على الميزان فلقيت إنه هو المجال دا هيساعدني إن أنا أبقى متحكمة أكتر وأبقى فهم أنا بعمل إيه وبعمله ليه ومش هبقى بقى مزنوقة في الورقة بتاعت الدايت يعني أعرف خلاص بقى زهئت منها وأنا بطبع شخص ما بيحبش التقييد يعني قوليلي نوها وفاهميني إيه اللي بيحصل وبيحصل ليه وأنا هتصرف بس فحبيت إن أنا يبقى عندي الخبرة زي والمعرفة زي وطبعا مع الدراسة يعني حسيت كل حاجة جديدة بدرسها بقول يا ياريتني كنت عارفة دا من زمان يا ياريتني كنت عارفة دا من ولادي هما صغيرين يا دا لو كنت عارفة دا من زمان كنت هتفرق قوي معي بس يعني جات كده فكرة سمارت أو يعني الاختيارات الزكية إن أنا دايما بشوف إنه دايما إحنا عندنا اختيار بس المهم إن يبقى عندنا زكاء في الاختيار دايما فيه أوبشنز بس المهم إن إحنا نختار الأوبشن المناسب المناسب بالنسب لي أنا كشخص بطبيعة الإنفرادية ودي حاجة أساسية زي ما حضرتك زكارتي وفي نفس الوقت المناسب لدلوقت مثلا نفسي أكون حاجة حلوة هل مناسب أكلها الساعة عشر بالليل ودخل أنام ولا أكلها الصبحية